طيب صار سؤالها هل يقبل المورس حول تعالى توبة المرأة المتزوجة الزانية هي كمان بتقول لها بتتوب وبترجع تقع في الزنا تاني مع شخص غير مسلم يعني فهو الزنا زنا يعني مع مسلم أو غير مسلم بس فضلتك توضح لها اه طبعا يعني يعني طبعا الزنا كبيرة من الكبائر وربنا سبحانه وتعالى سماها فاحشة ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وابطا وربنا سبحانه وتعالى سماها فاحشة باللفظ هكذا وقال سبحانه وتعالى ان الانسان لابد ان يتوب منها وإلا هذه الفاحشة الكبيرة بالذات للسيدات احنا عشنا على ثقافة مصرية وكانت ثقافة حميدة احنا الاصل في الشرعي ان لا زنا للرجل ولا للمرأة ولكن بيقولوني الزنا عند الستة اكتر لانها الوعاء لانها قد تحمل من هذا الزاني والعياذ بالله ولكن المشكلة عند الاخت السائلة انها ترجع للفاحشة مرة ثانية وهي متزوجة يعني اولا تعصي ربها ثانيا تخون زوجها ثالثا قد تحمل من هذا الرجل ثم ينسب الى الزوج وتكون في مشكلة كبيرة فكيف هي تتدرأ على ذلك نقول لها ان لم يكن زوجك يكفيك في هذا الامر فعليك بان تنفصل عنه فورا وتطلب الخلعة منه اولا عليك ان تتوبي الى الله عز وجل انها هذه كبيرة من الكبائر وعليك ان تندمي وتبكي كثيرا لانك لم تفعل هذه الفاحشة مرة بل مرات وترجعين واسوأ شيء الاصرار على الذنب فما بالنا اذا كان الاصرار على الكبيرة والعزو بالله فعليك ان تتوبي وانت مع زوجك ولا تفعلي هذا الفعل مرة ثانية وإلا اذا لم تجد من نفسك عزيمة تبكي على نفسك اكتر ونترك هذا الرجل الغلبان وتروحي تنفصل عنه علشان خاطر ما تفعليش هذه الفعال قبول التوبة وارد حتى دون اقامة الحد مولانا اه وقبول التوبة وارد بس المهم من توب مش المهم من توب وبعدين نرجع تاني في هذا الفعل انا باتكلم بهذا الاسى لان دي كبيرة من الكبائر ولان في زوج ويبقى في اختراط انساب يعني يترتب عليها مساوي واثار سيئة فانا بقول لهذه السائلة التي تسأل اتق الله عز وجل وعلمي ان الله مطلع عليك وانه يراك وانه لن ينفعك هذا الغاصب او هذا الزاني الذي يفعل هذا ويستحلها وهي عند زوج ويخبب المرأة على زوجها وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من خبب امرأة على زوجها يعني يبين لها انه احلى انه اجمل انه اقوى وزوجها يكون عنده بعض الضعف او مشغول او شيء من هذا وهو بعد كده يستحل لها هذا ملعون من الله ومن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن على كل الاحوال مهما كثرت الزنوب فباب التوبة